السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم توقعاتنا احنا لأه يوم الاثنين القمر موجود في برج الجوزاء في ساعات المساء بدو ينتقل لبرج السرطان طبعا في عنا خلو المسار وخلو المسار هذا رح يكون اللي هو تقريبا نول من ساعات الظهر لغاية ساعات المساء اللي هي الفترة السلبية اللي هي من الساعة 12 و 14 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش وبتستمر لغاية الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي فترة خلو المسار الساعة 7 يعني مساء بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبصير في برج السرطان طبعا التفصيلات موجودة في الحلقة اللي نزلت يابل هاي بساعة للزوايا وتأثيراتها وشرح بعض الأمور العلمية اللي بيحب الأمور العلمية يروح يسمعها خلينا نروح على توقعاتنا اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم القمر ما زال موجود بالنسبة لألكم في البيت الثالث اللي له علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات والعلاقة مع الإخوة مع الجيران الطاقة ممتازة جدا القمر بشكل زوايا إيجابية ولكن إنه زي ما حكينا إنه هو بيركز على البيت على العائلة في ساعات المساء بده تتشكل زاوية اللي هي زاوية بتدل على إنه فيه وهم أو وسواس أو شك أو غيره وأشياء من هذا القبيل ممكن تسيطر عليك وخصوصا في ساعات النهار حاولوا قدر الإمكان تركزوا بشكل جيد ما تندفعوا ما تتهوروا بقراراتكم بسبب شك أو غيره أو كلمه أو إحساس أو أمور مثل هيك في ساعات المساء الأجواء بتركز على البيت وعلى العائلة على اتصالات نقاشات حوارات بدكوا تحذروا من الأمور اللي لها علاقة بالعلاقات مع الأصدقاء والمعارف من الحدية حدية بالطباع التسرع ممكن تنزعج من مناسبة أو من قرار معين وأيضا بدك تنتبه على أموالك من المحتالين أو نصب احتيال أو تبذير حتى برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا موليد برج الثور الشمس صحيح وسط دخلت لعندهم ولكن إنه الشمس بتشكل زاوية تربيع وحكينا إنه هذا الإشي شوي بيعمل تقلبات بالمزاج عن وليد برج الثور صحيح إنه القمر موجود في البيت الثاني اللي بيعطي أمور إلها علاقة بالميزانية والدعم المالي وانحلاله بقى حل بعض القضايا المالية ممكن شوي يصير في نوع من أنواع المصاريف أو التبذير أو الهروب من الواقع أو قلق من وضع مالي أو مطالبات مالية شوي تكون مربكة أو الخوف على المال تحديدا ولكن بعد موليد برج الثور بحصله مكاسب خلال هذا اليوم في ساعات المساء التركيز بصير في نشاط على الحركة والاتصالات والحوارات والنقاشات سرعة البديهة قوية جدا ولكن العصبية ما زالت ظهر في الموضوع إلا إنه اليوم ردة الفعل السريعة عندك وقدرة الإقناع بتكون ممتازة جدا لأنه المريخ رح يشكل زاوية إيجابية وهو بالبيت الثالث يعني رح يدعمك بشكل قوي ورح يصير اليوم عندك نشاط عالي اتصالات عالية جدا وخصوصا من ساعات المساء يعني بتبدأ هاي الأمور من ساعات المساء ولكن الشك والغيري وأمور إلها علاقة بالوهم ممكن تسيطر عليك في ساعات النهار تشك في حد بتأمر عليك تشك على حد بعمل شغلة من وراك بدك تنتبه برضو من هاي النقطة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا أنتوا عندكوا قدرة عالية جدا مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها خلال هذا اليوم لأنه القمر موجود عندكم وبدو ينتقل ويصير في بيت المال في ساعات المساء ولكن بتكون تنتبهوا من بعض الأمور أو بعض النقاط اللي هي إلها علاقة بالتبذير إلها علاقة بالمصاريف خلال هذا اليوم ماشي الطاقة ممتازة حيويون محبوبون الجنس الآخر باستلطفكم ممكن تسمع كلام إطراء كلام في غزل أو ثناء أو أمور من هذا القبيل أو تقدم على أشياء مميزة خلال هذا اليوم ولكن برضو عندك نوع من أنواع القلق من أمور بتتعلق بالوضع المالي أو مصاريف أو وهم أو تستدرج لإصراف المال يعني مشكلة إلها علاقة بالوضع المالي إلا أنه في كثير من موليد برج الجوزاء عندهم فرص للمكاسب المالية بشكل أكبر خلال هذا اليوم ولكن نصيحتين ما تكونش إحتيال يعني برج السرطان بالنسبة للموليد برج السرطان طبعا اللي بتشعره فيه من تعب وتراجع في الصحة وزوال الهمة والأمور هاي كلها اليوم رح تجدوا إنه كأنه مش موجود بسبب الزاوية اللي رح تتشكل وعساس تشكلها اللي هي ما بين المريخ جايب عندكم المريخ رح يعطيكم طاقة عالية جدا رح يعطيكه جراءة وسرعة بديها ولكن برضو بعطي تقلبات بالمزاج ونوع من أنواع العصبية ماشي هو القمر ما زال موجود في بيت المتاعب شوي بأثر على مزاجك ونفسيتك وبيعمل تقلبات نفسية عندك بعيشك بوهم ممكن تفهم إشي بطريقة خاطئة تحزن على ذكرى على شخصية على كذا ولكن بدك تنتبه من الاندفاع اللي موجود عندك بقوة في ساعات المساء القمر خلاص بوصل عندك معناته الأمرين بتعززوا بشكل أقوى بصير عندك طاقة ونشاط وحيوية وسرعة بديها قوية جدا واليوم احتمال كبير أغلب موليد برج السرطان واللي طالعهم سرطان بيسمعوا أخبار كانوا ينتظروها وفيها حلول كثير لبعض المسائل اللي كانت متأخرة حتى برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا النشاط الاجتماعي رحض الموجود ممكن تلتقوا بعض الأصدقاء والمعارف يتوجه لك دعوة لحضور حفلة مناسبة سعيدة تسعدوا من لقاء الأصدقاء ممكن يعاونك بعض الأصدقاء أو تتفاجأ من بعض الأشخاص الجدد اللي ممكن يدخلوا على حياتك خلال هذا اليوم أو يتواصلوا معاك أو حتى دعم من أحد الأصدقاء فترة جيدة لغاية ساعات الظهر بعدين في عنا خلوق مسار ممكن يصير فيه لبس أو سوء تفاهم أو شك بأحد الأصدقاء أو حتى تذكر موضوع قديم بتعلق بأصدقاء صديق إليك أساء لك فيها فهذا الإشي أثر على مزاجك حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك جد ما بتقدره برضو موليد برج الأسد بدهم ينتبهوا في ساعة المساء إنه القمر رح ينتقل ويصير في برج السرطان في بيت المتاعب صحيح إنه بيت المتاعب المريخ بشكل زوايا إيجابية وقوية والقمر رح يشكل بأي برضو زوايا قوية إلا إنه هو بيدعمك وبعطيك طاقة إيجابية ولكن بعد مرات بصير هذا الاندفاع تهور وتسرع فحاول إنك ما تتخذ قرارات بدون ما تراجح حالك فيها ممكن تسيطر على بعض موليد برج الأسد بعض الأوهام أو الوسواس أو الشك أو الأمور إنه مرض ما مرض وتعب وإنه الأمر بتفاقم وما بتفاقم والأشياء اللي زي هيك فبتكن تنتبهوا من هاي النقطة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بتكن تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل الأجواء جيدة ودعمة بقوة جدا وبإمكانكم تنجزوا كثير من أعمالكم علاقاتكم جيدة مع المسؤولين ومع ناس من الطبقة أو ناس متنفذين فممكن إنهم يساعدوك في مسألة ما أو يدعموك في مسألة ما في ساعات المساء بتنشطوا بين الأصدقاء ما بتصير تشوف الأمور بوضوح أكثر بنظرة متفائلة أكثر بيطمئن بالكم ممكن تحصد الدعم والتأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات ولكن بدك تلطف الأجواء وتحاول إنك ترجع العلاقات لطبيعتها أهم نقطة إنه خلال هذا اليوم بدك تنتبه لبعض الأمور اللي إلها علاقة بالوضع الصحي في بعض التقلبات الصحية اللي موجودة اللي ممكن إنها تأثر عليك أو حتى إنها تشعر منها بنوع من أنواع الإنزعاج أو تتكشف بعض الحقائق اللي إلها علاقة بالعمل إنه شو سبب التأخير أو شو سبب الضربات اللي إلها علاقة بالعمل اللي تلقيتها بالفترة الماضية وليش بلشت تتعطل هاي الأمور طبعا ممكن شوي تتشكك من بعض المعلومات ولكن المعلومات بعد فترة بتتأكد إنها راح تكون بالنسبة لإلك حقيقية على مستوى بيت الشراكب الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها بعض الإيجابية اللي بتدعمك اللي ممكن تحصل من خلال شراكة مالية أو عاطفية بعض المكاسب الزاوية اللي راح تتشكل اليوم اللي العلاقة بالسفر والاتصالات والعلاقات مع الأجانب برضو راح تدعمك بشكل قوي ورح تعزز عندك سلطتك وعلاقاتك مع الأصدقاء والمعارف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا موليد برج الميزان اللي بدي تقدم لامتحان أو عنده مقابلة أو عنده سفر أو عنده امتحان الأوضاع ممتاز جدا وداعمل إلك بقوي جدا ممكن تنشط بتنقلاتك واتصالاتك وحواراتك بشكل كثيف جدا من ساعة المساء هنا القمر بده ينتقل لبيت العمل أو بيت له علاقة بالعلاقات بالسمعة فبدكوا تنتبهوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل نظموا وقتكم بشكل جيد كونوا أكثر وضوح وخصوصا في أولوياتكم ما تدع أي شخص يثير انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنه أنت بتتمتع بسرعة خاطر وذكاء وبديها عالي جدا طيلة اليوم طبعا في الأمر اللي له علاقة بالزاوية اللي ذكرناها اللي هي ما بين المريخ وما بين أورانوس هنا منقول أنه الأمر بتعلق على الأمور المالية اليوم رح يصير فيه أمر له علاقة بوضع مالي بشريك مالي تسترد بعض الأموال أو تلوح الفرصة لحل بعض المسائل المالية اللي كانت معقدة جدا بالفترة الماضية وما كان في مجال حلها أو بداية التواصل لاتفاق إلو علاقة بالتجارة أو إلو علاقة هالحل الموضوع بتعلق بالسمعة أهم شيء دير بالك من الوهم من الوسواس من سوء الظن وأيضا ما تخلي الخوف والقلق يسيطر عليك بشكل كبير برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشترك القمر رح يتنقل في منطقة أو في بين برجين فيها شوية معلوماتك دفينة فبدنا نطلعها طبعا القمر في البيت الثامن اللي هو إلو علاقة بالمغيبات أو الغيبيات أو كل شيء مخفي عنكم هذا الأمر رح يظل من الآن ولغاية ساعات الظهر رح تهتموا بهاي الأمور ممكن تتكشف بعض المسائل تعرفوا بعض الأخبار تعرفوا بعض الأمور اللي كان صعب إنكوا تعرفوها بالفترة الماضية ممكن تجيكم قشرة أو على طبق من فضة بدنا نقول من ذهب الأجواء جيدة وبتدعم بشكل قوي على مستوى المالي وحلول بعض المسائل المالية ممكن يصير لبس أو وهيك يعني زعل بتعلق بالوضع المالي وخصوصا من تسرع للشريك ممكن شريك العاطفي يعني الزوج تصرف بدون ما يرجع للطرف الآخر بالأمور المالية فهذا الأمر شوي بيخوف ثاني شيء انتبهوا من التقلبات اللي إلها علاقة بالوضع المالي يعني بمعنى آخر ما فيه داعي للمغامرات أو المجازفات المسألة اللي إلها علاقة ببلوتو طبعا بتكون تنتبهوا لأنه بركز على البيت بشكل كبير فعشان هيك يديروا بالكو من بعض الأحداث اللي بتهمك أو تقلقك إلها علاقة بالبيت والمنزل المناسبات الاجتماعية أو العائلية رغم أنه هي قلق وخوف أكثر من أنه واضع أهم شي ما تخلي الوهم يسيطر على تفكيرك ويخليك تختلق عالم جديد مش موجود يا من الأفكار يا حتى بالتصرفات أما بالنسبة للبيت الخامس فنبتن ونبتن رح يشكل زوايا اليوم إلها علاقة بالوهم إلها علاقة بالشك وإلها علاقة بالأبناء فالمشكلة مع الأبناء محتملة فعشان هيك انتبه من أي شيء العلاقة بالصدامية أو عدائية أو حدية ما بينك وبين أحد الأبناء بعدين هنا منيجي على المريخ وأورانوس اللي بنشطوك على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة فممكن تحل بعض المشاكل مع الشريك وأيضا اللي بنرجع اللي هي في ساعات المساء بتنشط بقوة أكثر من طيلة النهار الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو تعامل مع الأجانب أو الدراسات الجامعية والحوارات والنقاشات والأمور الأخرى برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي وتعزيز العلاقة مع شركاتكم الأجواء جيدة للعمل المشترك ولكن زي ما حكينا القمر لما بيكون مقابلك طاقتك بيكون ضعيفة اليوم ممكن تتسرب لك بعض الأوهام بعض الشكل العلاقة بالحبيب العلاقة بالزوج العلاقة بالطاقة بالنفسية ثقتك بنفسك بيصير فيها بعض التقلب حاول قدر الإمكان إنك تضبط أعصابك وما تندفع وما تتخذ قرارات بس لأنك شاكك في هذا الموضوع اترك الموضوع لغاية ساعات المساء الأجواء بتتغير والنتائج كلها بتتغير من ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير في البيت المال المشترك فهنا بيصير التركيز على وضع مالي مشترك أو على ترتيب وضع العلاقة بالفواتير بالدفعات بالالتزامات أهم شيء قدر الإمكان حاوله إنه يعني ما تخلوا الأمور المالية تضعفكم في بعض المكاسب في بعض الحلول ولكن مش بالقوة المتوقعة أو القوة اللي أنت بدك إياها هي بتزيد احتمالية حلول مالية وأمور إلها علاقة بشراكة عمل وأيضا عندك أنت اللي هو الأمور اللي إلها علاقة بالسفر والتنقلات الاتصالات الكثيفة في خلال الفترة هاي الحضوض الشوي لأنه بلوته المشتري بشكله زاوية فأضعفت الحضوض بالنسبة لإلك ممكن يصير في صدام أو عتب أو يعني أمور إلها علاقة يعني بأمور هيك تشك بالتجميل تشك بالأولاد بهواية معينة بدك تنتبه برضو من هاي النقطة على المستوى الأمور العمل فأنا شايف أنه في فرص لأمور عمل جديدة بتلوح بالأفق ورح يكون نتائجها إيجابية برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل بتكونوا تنتبهوا لصحتكم الأجواء شوي هنا يعني بتركز على مسائل إلها علاقة بالصحة بتركز إلها علاقة بالعمل في نوع من أنواع التوتر على هاي الأمور حاولوا قدر الإمكان إنه ما تتخذوا أي قرارات حاسمة بعدوا أن عن أي خلاف أو سوء تفاهم ما بينكم وبين زملائكم أو ما بين الأشخاص اللي أنتوا بتشتغلوا معاهم وبرضو بتكون تنتبهوا على الوضع الصحي ما فيه إشي بخوف على المستوى الصحي الأجواء تقريبا منحكي إنهاء إيجابية من ساعات المساء هنا القمر رح يصير مقابلكم تماما الأجواء إيجابية بإمكانكم تتعززوا شراكاتكم سواء العاطفية أو المالية اليوم ممكن يصير فيه اندماج بالعلاقة أكثر فيه راحة نفسية أكثر ممكن مصالحة ممكن مراجعة بعض الأمور هيك ولكن حاول قدر الإمكان ما تخلي الأوهام أو الشك أو الاستفزاز بسبب أفكارك إنه يسيطر عليك يعني بدك تضبط أعصابك بكم كبير ما فيه يعني ما فيه مجال للمغامرات بس لمجرد فكرة طبعا بالنسبة للوضع المالي طبعا بتحمل بعض المصاريف المالية والمطالبات أو الدفعات أو الإرهاق أو الأرق المالي اللي شوي بيسبب لك نوع من أنواع التعب الوضع للبيت تقريبا بدنا نقول إنه فيه نوع من أنواع الاستقرار ولكن ممكن خلاف أو أعطال منزلية أو حدث عائلي يعني شوي هو اللي يعمل نوع من أنواع القلق بالنسبة للأمور العاطفية منقول الأجواء هنا بدك تضبط أعصابك خصوصا مع الأبناء برضو ممكن يصير شيء العلاقة بالوسواس بثقة بالنفس بالتجميل بالأشياء اللي زي هيك حاول إنك ما تتخذ قرارات على أساس أن الأمور هاي مش مناسبة نهائيا بالفترة الحالية وخصوصا بسبب تراجع عطارد أيضا خلوا علاقاتكم مع الأبناء جيدة ومع الأحبة بالأخص برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر في البيت الخامس هنا بعزز نقاط إيجابية لغاية ساعات الظهر فمع يتخل الحظ عنكم عاطفيا ماليا والأجواء جيدة ودعمة الاهتمام والطاقة ممتازة جدا سرعة البديهة والحيوية والغراميات ممتازة جدا أيضا حتى على مستوى الهوايات والترتيب والديكور والأشياء هاي برضو فيها قوة طبعا من ساعات العصر بتبلش الأجواء تختلف لأنه هنا القمر بده يصير في البيت السادس رغم أنه ما فيه أي مشاكل أنا شايف بالعكس يعني ممكن أنت تحل بعض الأمور اللي لها علاقة بوضع العمل أو إنجاز بعض الأعمال أو بداية تلميحات لعمل جديد أو اتفاقية على إنجاز عمل جديد أو حتى على المستوى الصحي طاقتك اليوم بتكون مميزة بنشاط وحيوية واستشفائية أكثر ويعني وأمور أخرى إلها علاقة بالصحة يعني إرجال يعني بقص الذكورة يعني طيب الأمر اللي رح ننبه عليه طبعا إنه هو بلوتو بما إنه موجود عندك بيعمل نوع من أنواع العصبية أو اللامبالاة في بعض الأوقات بدك تنتبه منه زاوية التربيع اللي بشكلها بسبب لك ردات فعل عصبية وقرارات مالية متسرعة جدا حاول ما ترضخ لهاي الوساوس امسك إيدك بشكل جيد الفترة هاي ما بتتحمل اللي هي المغامرات المالية وأيضا الأمور اللي إلها علاقة بالبيت اللي بتشكل لك شوية أرق وتعب مسألة عائلية أو إلها علاقة بالبيت مقلقيتك أو موتريتك أو مشغل تفكيرك أكتر هي هاي اللي انت شوي بدك تجدلها حلول أيام إن شاء الله أو بتبدأ تفرج هاي الأمور ولكن بدون اتخاذ قرارات فيصلية وتكون مش لمصلحتك برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة من الآن ولغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر وما بعد الأجواء بتصير إيجابية وبقوة عالية جدا بتدعمك بكثير مسائل طبعا من الآن لساعات الظهر ركزولي على موضوع البيت ما فيه أي شيء بيخوف بالعكس فيه استقرار على المستوى العائلي يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية بعض الأجواء العائلية السعيدة أو التقارب العائلي إحنا منسميه الأوهام والقلق والشك والغيرة والأشياء زي هيك هاي يستثنيها لأنه ما لها أي وجود هي من بعض الكواكب بتأثر على الوضع النفسي بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة للبيت الخامس طبعا بتتحسن من ساعات العصر لأجواء بتدعمك على المستوى العاطفي وعا مستوى الحضوظ عا مستوى التجميل والترفيه والتقارب بينك وبين الأحبة أو الأبناء ممكن يطمئن بالك لخبر ما أو لحدث ما بتعلق في الحبيب أو في أحد الأبناء النقطة اللي بدي أنوه عليها أو بدي أنبه منها إنه ما زال القلق والخوف والتوتر من الأوهام بسيطر أحداث خفية أو تأمرات خفية هي اللي شوية مسببت لك النوع من أنواع الإرباك الأجواء طبعا على المستوى المالي هي أكثر إشي حاليا يعني بتدور الفلك حواليه اللي هي التقلبات المالية والاتزامات المالية الخوف من وضع مالي مطالبات مالية أشياء من هذا القبيل طبعا في عنا نقطة اللي هي الاتصالات والحوارات والنقاشات الأطراف الأخرى يعني تقريبا تول مزعوجين من طريقة حوارك ونقاشك بتشعر بالتذمر من الغير كأنه أنت مش مرغوب كأنك مش معحبوب لا تعطيهم أي اهتمام ولا تعيرهم أي مكانة بالعكس هي بس تأثيرات هاي فلكية موجودة مؤقتة مش شيء دائم وبعديها بنقلب السحر على الساحر لا تقلق هي مسألة وقت هيك بنكون انتهينا من هاي الحلقة طبعا حبيت أذكر القدامة طبعين زمان اللي معي في القرام من زمان أنه أنا لما بدي أعمل توقعات يومية وأشرح بيوت وزوايا وأدخلها معناته حلقة التوقعات هيبدأ تأخذ وقت طويل وهذا الشيء بأخذ وقت وأنا ما بقدر له فهي تجربة عشان أذكر أنه أنا بإمكاني أعمل هذا الشيء ولكن التفاعل الموجود ما بيشجعني لهذا الموضوع ولكن حبيت أني يعني منصير كل فترة هيكي نعطيكو لمحة عن هاي الزوايا والكواكب هاي إيش بتأثر للي بقولك أنا شو بدي في الزوايا بفهمش فيها هاي الزوايا تعطي هيك تحليل فإذا ما فهمت الزوايا أنت لحالك بصير تحللها وإذا فهمتها بس إذا ما فهمتها بظلك تسمع عادي رغي هواية وهيك من نتسلة علم الفلك مش للتسلة بس إذا عجبكو الحلقة وهذا المجهود وحبين أنه تسعدوني لايك اللي مش مشترك يشترك اللي عنده اقتراح يقترحه وأنا بسمع للجميع وبنصحكو تحضر الحلقة اللي نزلت في الساعة لأنه فيها معلومات علمية قوية جدا هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء